كان يا مكان في قديم الزمن كانت واحد البنية صغيرة صميتها ليلى كتعيش مع الأم ديالها واحد النهار قدت ليهمها توصل واحد القفة الجدة ديالها اللي عايشة في الغابة القفة كان فيها بعض الكعكو الحالي هي هذه الليلة خرجت من الدار وراحت عن جداتها الأم ديالها وصتها باش متتكلم محتشي واحد غريب في الغابة فاش كانت ليلى غادة في الغابة في أماني لا خرج فيها ذئب كبير وبدك يسول فيها بعض الأسئلة ليلى انسات الوصية ديال المهابقة كتجوب الذئب قدر يعرف الوجهة ديال ليلى وقدر يعرف مكان الكوخ ديال الجدة وقدر يسبق ليلى البيت الجدة قبل ما توصل ذئب ضق في الباب والجدة كيسحب لها ليلى وصلات عندها وفتحات ليه الباب الذئب المتوحش هجم على الجدة وكلها من بعد لبس لها الملابس ديالها ونعز في السرير تاعة فاش وصلات ليلى شافت الشكل ديال الجدة وجاها ما شي هو هادا سولاتها علاش هجداتي عينيك كبار بزاف جاوب هالذئب باش نقدر نشوفك مزيانة بنتي ليلى عودت ليلى سولاته علاش ودنيك كبار حتى هما جاوبها تاني علاش نقدر نسمعك مزيانة بنتي سولات الضئب عودتاني علاش فمك كبير وسنانك حتى هما كبار وبيني علاش فمك كبير وسنانك حتى هما كبار وبيني علاش ذئب الشرير علاش نقدر نناكله كبنتي وهنا الوحش هجم على ليلة وكلها مراها من بعد ما كل الجدة وكمل بليلة قرر ياخد قيلولا ويرتح شوية هذا الوقت كان فيه وحد الصياد في الغابة يقلب على الديب فلقى الباب بيت الجدة مفتوح تخلي شوف شنوا واقع فلقى الديب ناعس في السرير الجدة الصياد شاف البطن الديب كبير بزاف وهنا ستنتج ان الديب كله الجدة مراهج بد مقص وفتح البطن الديب وفجأة شاف ليلة ذات الريداء الأحمر خرجت وبعد لحظات خرجت الجدة حتى هي الجدة وليلة شكروا الصياد على المعروف الليدار معهم كان بعض الروايات كتقول ان الصياد عود خيط البطن الديب من بعد مملأها بالحجارة كانت هذه هي القصة ديال ذات الريداء الأحمر أو ليلى والذئب باختصار وهذه هي القصة اللي كان عرفها كاملين وما دام الذئب لا يجيد الكتابة ستظل كل القصص تمجد ليلى القصة اللي كان عرفها كاملين هي اللي كتبي لنا ليلى البنية الصغيرة الضريف الكيوز اللي ما كتأدحت شي واحد وبينت لنا الذئب هو الشرير اللي كيحاول ديما يصيدها ولكن غير باللاتي تسمحها في الذئب شنو كيقول في هذا الشيء كيقولها في الذئب جدي كان ذئب لطيف وطيب وما كانت تأكل اللحم ذلك الشعلة قرر يصبح نباتي ولا بأس ببعض الحشرات الضرة أحياناً وكانت كتعيش في الغابة فتاة شريرة مع جدتها وسميتها ليلة هذه الليلة كانت كل نهار كتخرج للغابة وكتقلع الورد كتضمر الحشائش اللي كان جدي تأكلها وكان جدي كيحاول انصحها بش تحبسها للأفعال ولكن دون جدوى وقات ليلة كتعندو غير زيدة فيه حتى قرر جدي الذئب يزور جددي الليلة ويعود لها على الأفعال ليكدير ليلة فاشدق في الباب فتحات ليه الجد ولكن مع الأسف حتى هي كانت شريرة في حلاف حال ليلة جدي جابت عصا كبيرة وهجمت على جدي المسكين ولكن هو غير دافع على راسود فهابش تبعد عليه وهي تطيح وضربت راسها مع السرير وماتت جدي المسكين كان حساس وحنين بزاف وتأثر بشيء اللي يوقع للجدة فمقاك يفكر كيفاش غاد يتعيش ليلة بلا جداتها نعطي البس الملابسة على الجدة ونعس السرير ديالها ولكن ليلة كانت شريرة بزاف وشافت تغيير في شكل ديال جداتها وخرجات وانشارات الإشاعة بأن الذئب أكل الجد ولا يزال الجميع يصدق القصة إلى يومنا هذا افتدب الموضوع كيفاش داير وكيفاش تغيرات النظرات ديالنا القصة هذا الشيء اللي يخصك تغير في العلاقات ديالك الاجتماعية مع مرة تأخذ نظرة خيبة على واحد الإنسان غير حتى الشخص الآخر يعود لك عليه كلام خيب ومخلامه قال فيه وكيف ما بغي يكون كلامه مقنع حاول ديما تفكر خارج الصندق وحاول تعطي فرصة للطرافين كل واحد يعبر على الرأي دياله وإلا تكون دلمتي الشخص الآخر حتى هنا سنوصلنا لنهاية المقطع وإذا عجبك حاولت تبارتاجه وخلي واحد اللايك وشي تعليق محفز واتهلا